موسيقى ويتجدد اللقاء مشاهدينا وحلقة جديدة من بانوراما ولدينا بعد الأزمة في أوكرانيا والصراع على النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا من يحكم العالم في المستقبل؟ روسيا والصين أم أمريكا؟ القاعدة وإيران تعاون ميداني رغم الخلافات الفكرية وثائقي للعربية وتقارير أمريكية تكشف عن وجود علاقة تعاون بين إيران والقاعدة فلماذا يتعاون أصحاب التوجهات الأيدولوجية المتناقضة؟ وكيف؟ موسيقى وجود روسي في الشرق الأوسط والصيني في أفريقيا وغربي في أوكرانيا صراع نفوذ بين قوى ثلاث يبدو من المشهد توافقا بين الدب والباندا على مد النفوذ واختلافا في نهج التعامل مع الغرب ويبدو أن الطرفين في الشرق وجد فرصة لفرض نظام عالمي جديد بالقوة الروسية إذا تطلب الأمر وبتوسع الصين لنفوذها ولكن بثبات وببطء ودون مواجهة وتحدي هذا الطموح لم يبنى على أمال فقط بل على استراتيجية وتفاهم متماسكين إلى حد ما تحبك أسراره في مصانع بكين وموسكو التي نشأت منذ أقود على الروح الشيوعية فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي وصعود الولايات المتحدة قاقوة عظمى فشلت الأخيرة وفقا لرأي المراقبين في إدماج الدب الروسي والباندا الصينية في النظام العالمي الدولي بل وعمدت على إقصائهما هذا التهميش مهد الطريق لصعود قوتين جمعهما عدو مشترك وهي أوهام الليبرالية الغربية هدف واحد يجمعهم أيضا يتمثل بإنهاء فكرة القطب الواحد الولايات المتحدة وهي علاقة مثالية مبنية على نقص يملأه شريك الآخر فروسيا تستفز الغرب للظهور بصورة قوة عظمى رغم محدودية قدرتها والصين تتبع استراتيجية بطيئة وثابتة من دون تدخلات عسكرية مفاجئة فهل ينجحان؟ الولايات المتحدة تحصي خيارات حرجة لمواجهة النفوذين الروسي والصيني المتصاعدين وتتبع سياسة النأي بالنفس في صراعات الشرق الأوسط وتسحب قواتها تجنبا لمواجهة عسكرية مباشرة هي في غنى عنها التراجع الأمريكي يوسع دائرة النفوذ الروسي التي بلغت أوجها في إحدى ساحات صراعها مع الغرب ففي شرق أوروبا ينتشر مئة ألف عسكري روسي على الشريط الحدودي مع أوكرانيا استعدادا لغزو وشيك وفي دول الشرق الأوسط عمدت روسيا إلى بسط سيطرتها في كل من ليبيا وسوريا وقريبا العراق حيث يتضاءل النفوذ الأمريكي تدريجيا هناك وفي أفريقيا تستغل روسيا مشاعر الغضب الشعبي من الاستعمار الفرنسي القديم وتلجأ إلى سد الفراغ الأمني كما يجري في مالي عبر مجموعة فاغنر أما دائرة النفوذ الصيني فباتت قريبة جدا من ضم تايوان وبحر الصين الجنوبي ودول في جنوب شرق آسيا وربما باكستان وأفغانستان إضافة لكونها الشريكة الاقتصادية الأكبر للقارة السمراء وهي تسحف بثبات لتنفيذ أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية وهو طريق الحرير الجديد ينضم إلينا من موسكو يلينا سوبونينا المحللة السياسية ومن بكين نادر رونج الكاتب الصحفي ومن باريس دكتور زياد ماجد أستاذ العلاقات والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس مرحبا بكم إلى هذا النقاش أبدأ بدكتور ماجد البعض يقول أن ما يحدث سواء في أوكرانيا من خلاف ما بين روسيا وأمريكا أو في تايوان مثلا ما بين الصين وأمريكا هو ليس خلاف يتعلق بهذه المناطق فقط ولكن يتعلق بما هو أبعد طموح روسي صيني في القضاء على الهيمنة الأمريكية هل هذا التحليل صحيح؟ نعم هو إلى حد بعيد صحيح من المؤكد أن هناك معطيات أوكرانية تبرر في ذاتها العرض القوى أو استعراض القوى القائم اليوم بين موسكو وبين الدول الغربية كما أن المسألة التايوانية بعد مسألة هونغ كونغ تأتي في أولويات الأطر السيادية الصينية لكن هناك فيما يتخطى هاتين الساحتين عودة كما تفضلتم في تقريركم محاولة عودة لموسكو إلى حلبة العلاقات الدولية كقطب ثاني منافس للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة لأن موسكو وبالمناسبة بكين أيضا لا تختلفان في الفلسفة الاقتصادية عما كان قائما في الغرب قبل عقود أي اقتصاد رأسمالي يأخذ حتى بعدا متوحشا بعد أفول الشيوعية في البلدين المعنيين لكن صين تريد التوسع اقتصاديا وبناء قوة عالمية اقتصادية أولى تستطيع من بعدها أن تفرض شروطا سياسية في العلاقات الدولية أما موسكو أو روسيا التي لديها اقتصاد متوسط الحجم هو في الحقيقة في حجم الاقتصاد الإيطالي يعني يأتي بعد أمريكا وألمانيا والصين وبريطانيا وفرنسا لكنها تريد من خلال القوة العسكرية أن تفرض حضورا وهي تعرف أن معظم الدول الغربية وبالتحديد في الولايات المتحدة مسألة السطوة العسكرية تراجعت والجيل الجديد من المواطنين لا يريدوا حروبا بأي ثمن أصبح إعلان الحرب من القوى الغربية أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق في حين أنه لا يتطلب مشاركة شعبية أو مشاورات مؤسساتية أو ديمقراطية لا في الصين ولا في روسيا بحيث يمكن للحزب الواحد أو للزعيم الواحد أن يقرر ولكن هل الصين وروسيا يُرزم الطرف الآخر بردود مرتبكة قادرتين على هذا السؤال يعني أنت تعلم لسنوات طويلة ليس فقط أنا لا أعتقد تفض نعم أنا أوافقك ربما في وضع شكوك حول ذلك لأن استخدام القوى العسكرية لم يعد اليوم بهذا العالم في هذه البساطة وواحدة من أسباب وجود شركات مرتزقة مثل فاغنر هو عدم القدرة على التدخل في كل المواقع بنفس الطريقة السابقة لكن بالطبع ما زال للأذية التي تحدثها حروب أو التي تحدثها صراعات عسكرية أن تضع الطرف الأقوى وكأنه فارض لشروط سياسية لمعادلات معينة رأينا هذا في سوريا يمكن أن نراه في أماكن أخرى لكنه ليس كافيا لتعديد كفة الموازين في القوى العالمية لأن الاقتصاد والعلاقات السياسية وتراث شبكات الحلفاء وثقافتهم والتأثير الثقافي حتى لو تقدمت روسيا في مواقع معينة لكن لا أحد يعرف شيء في كثير من الدول حيث تتقدم لا عن الموسيقى الروسية ولا عن الثقافة الروسية ولا عن وسائل الاتصال الروسية فكرة الصوفت باور أو القوى النعيمة التي استطاعت أمريكا من خلال نشر ثقافتها والحلم الأمريكي كما كان يقال دائما ولكن سيدة إلينا هناك من يرى أن حسابات بوتين في هذه اللحظات لا تقوم على الحسابات العقلانية بقدر ما تتحرك من عقدة نفسية مكونة لدى الروس من هيمنة أمريكا وفكرة القب الواحد دون أن تكون هناك دراية إلى مدى إمكانية نجاح هذه المغامرة إن صح مساء الخير أولا القول بأنه لا أحد يعرف عن موسيقى روسية وعن أدابيات روسيا هذا القول برأيي غريب عجيب بس هناك أمور الآن أهم بكثير وهي أنا دائما كنت أقول بأن أوكرانيا هي مشكلة صغيرة حتى تبدو على ضوء وجود قضايا أخرى والقضية الأساسية الآن أن المؤسسات الدولية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية كلها مهددة دورة الأمم المتحدة هو بالانخفاض الهيمن الأمريكية بدأت بالانخفاض حتى في عهد براك أوباما ومازالت في الانخفاض فالسؤال هل سيكون العالم متعدد الأقطاب مثل ما تريده روسيا ومثل ما تريده الصين أو العالم سيكون فوضى خلاقة أو غير خلاقة هذا ليس مهم ولكن سيتحول حتى إلى العالم بدون أي أقطاب مثل ما يقوله المحلل والديبلوماسي الأمريكي إنشارد حاس هذا حتى مخيف أكثر فروسيا تريد أن تكون هناك عدالة في إعادة بناء المؤسسات الدولية هل روسيا تريد أن تكون هناك عدالة اسمحي لي أم أن روسيا والصين تجمعهم مخاوف من فكرة الهيمنة الأمريكية وإسقاط الحكومات في الصين وروسيا باستخدام فكرة أو مبدأ حقوق الإنسان والديمقراطية يبدو أن هذا الشبح يؤرق الروس والصينيين لا توجد الآن الهيمنة الأمريكية مثل ما كانت في أثناء عهد جورج بوش الأبن حيث ما اشتاح العراق فالجميع يفهم بأن عهد الهيمنة الأمريكية قد انتهى وهذا الملحوظ في الشرق الأوسط والانسحاب الأمريكي في صيف الماضي هو خير دليل على ذلك ولكن السؤال الآن ماذا سيتشكل بعد فروسيا تريد أن تشارك في هذا التقسيم في تقسيم العالم والصعيد الدولي بشكل جديد وروسيا أيضا تزعجها أشياء أخرى متعلقة بأمنها واستقرارها منها أن أمريكيان انسحبوا في السنوات الأخيرة من معهدات عدة معاهدة السماء المفتوحة معاهدة الملف النووي الإيراني معاهدة الصواريخ بعيدة المضى ومتوسطة المدى كل هذا يشكل فراغ ولكن ألا تري أن هذه الطموحات وفقا لتحليلات دولية أكبر من قدرات روسيا الفعلية الطموحات هي كبيرة ولكنني مضطرة أن أعترف بأنني قلقة لماذا؟ لأن هناك نقطة ضعف توجد على أقل في روسيا وأنا برأيي هي اقتصادها هذا يمكن لن يمنع لروسيا أن تشارك في هذه اللعبة لأن على أقل روسيا العضوى الدائم في مجلس الأمن روسيا لديها ترسنتها النووية قوات روسيا هي حديثة القيادة الروسية الآن هي تعلم ماذا تفعل وليست مثل ما كانت في أيام الاتحاد السوفيتي في آخر أيامها وليست كما القيادة الروسية في أيام ولكنها ليست أيضا كما كانت في أول أيام الاتحاد السوفيتي لا هي ذلك ولا هي ذلك هي في المنتصف إن صح التعبير ولكن اسمحي لي أن يشاركنا أيضا سيد نادر هذا التحليل سيد نادر هناك من يقول أن الصين وجدت فرصة سانحة في هذا التوقيت ما بين طموحات روسيا بشكل كبير وما بين ما يبدو من ارتباك للإدارة الأمريكية لتحاول أن تجسر رسالة أنها تتحالف مع روسيا من أجل إضعاف أمريكا على ماذا أو بماذا تفكر الصين في هذا التوقيت مرحبا بكم في هذا الوقت يعني في الوقت الراحي هناك تعاون روسي وثيق ويمكن أن نرى أن العلاقات الصينية وروسية تمر بأعلى مستوها في التاريخ وهناك تبادل دعم وكذلك التعاون في شتى المجلات وهذا أعتقد هذا بسبب الضغوط الأمريكية يعني هناك الولايات المتحدة خاصة في السنوات الأخيرة يعني تفرد ضغوطا على سواء على الصين وعلى روسيا وهذا كذلك جعل الدولتين تتوحدان وكذلك ولكن من موقف الصين نفسها فصين تدعو إلى السلام يعني تدعو إلى التعاون وفوز المشتركة وتعاون في السلم ولكن هذا كلام ربما لن يكون مقنع لمن يستمع إلينا سيد نادر لا أحد يخفى عليه بشكل واضح الطموح الصيني الكبير لسراتيجية التي تدهجها الصين وببراعة شديدة في تعزيز قدرتها العسكرية أو التكنولوجية أو الاقصادية بشكل كبير هذا الكلام يبدو مثاليا بعض الشيء لا يعني هذا هو الصين تعمل عليها والصين تريد بناء المجتمع المصير المشتركة للبشرية وليس حل المشاكل الداخلية بل حل المشاكل أو قضايا العالمية فالصين تريد الدور أكبر في شؤون الدولية وهذا هي الحقيقة ولكن الصين لا تريد الحيمنة أو مواجهة مع أي دولة أخرى أو لا تريد أن تسعي للحيمنة ألا ترى أن هذا تحالف مع روسيا في هذا التوقيت ضد الهيمنة الأمريكية لا ترى أنه تمت مؤشرات عديدة على هذا الأمر يمكن أن نرى أن هناك ضغوط أمريكية في السنوات الأخيرة وهناك أيضا ليس التحالف لا يمكن أن نقوله هذا هو التحالف لكن هذا نقوله التعاون فالصين تريد التعاون مع جميع الدول في العالم وبما أن هناك تشبهات في المواقف الدولية بين الصين وروسيا وكذلك هناك بما أن الروسيا والصين أيضا الدولتين المجاورتين وكذلك أعود دائما في مجلس سأطرح على دكتور زياد هذا الترحال هل ترى هذه الصورة المثالية التي يتحدث عنها سيد نادر لا تبدو وقعية ولا برقمتية من عائل الحسابات السياسية ماذا ترى؟ لا طبعا أعتقد أن هناك تعاون صينيا روسيا ربما لكل طرف أهداف خاصة بمصالح الدولة وقد لا تلتقي هذه المصالح دائما لكن من مصلحة بكين وموسكو إضعاف الهيمنة الأمريكية وبالمناسبة على متعدد الأقطاب أفضل من عالم مهيمن عليه من طرف واحد إنما المشكلة هي أن الطرفين الذين الآن نرى صعودهما بكين وموسكو يقلدان الهيمنة الأمريكية القديمة التي تعتمد الحروب والفيتو والتدخل في أماكن عديدة حتى ضد قانون الدول العام وضد قرارات الأمم المتحدة على عكس ما تدعيان من حرص على القانون الدولي رأينا ذلك في سوريا نراه في ليبيا نراه في أوكرانيا نراه في بحر الصين وهناك انتهاكات داخل روسيا وداخل الصين طبعا لا تحصى لحقوق الإنسان المشكلة الأساسية في رسم معالم العالم الجديد هي أنه تتم كما درجة العادة في تاريخنا البشري من خلال موازين قوى قد لا تصاحب الحق أو قد لا تكون متوازية وتأتي بشكل متوازن مع القوانين الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة والتي وضعتها مجموعات من الدول بعد حروب عالمية طاقتنا يعني لا تأتي مع مبدأ الحقوق ولكن ربما مع المصالح أبدا مع المصالح ويمكن للمصالح أحيانا أن تتماشى مع الحقوق إنما هناك انتهاك كامل لهذه الحقوق مع مصالح قصيرة الأمد سيدة إلينا تقول أننا أمام وجهة نظر مختلفة في هذا الحوار لو سمحتي بس كلمة واحدة لم أتحدث عن الأداب الروسية العظيمة القديمة في القرن التاسع عشر تولستوي ودوستويفسكي أتحدث الآن لا يوجد هيمنة روسية أو تأثير روسي الثقافي على معظم الدول حيث لروسيا حضور سياسي وعسكري وهذا ما كنت سأسألك عليه بالمناسبة وثقافة غربية منتشرة وميل غربي تماما هذا ما كنت سأسأل عنه هل روسيا والصين معا قادرتين على محو هذه الملامح التي تمثل تعلقا كبيرا بفكرة النموذج الأمريكي هي ليست فقط هيمنة أمريكية تبدو على المناطق أو الثروات أو المصالح ولكنها هيمنة على العقول أكثر وأوضح هل روسيا والصين قادرتين على خلق هذا البديل؟ دكتور زياد لا أعلم طبعا هذا ما كنت أريد قوله أن هناك إمكانية لروسيا والصين للتأثير الاقتصادي والسياسي ولفرض واقع أحيانا بسبب القوى العسكرية أو بسبب الهيمنة الاقتصادية والتوسع الاقتصادي لكن تأثير الثقافة الغربية في وسائل الإعلام في وسائل تواصل اجتماعي في العادات الاستهلاكية حتى في روسيا والصين هناك تقليد للولايات المتحدة وإعجاب بالنموذج الأمريكي على مختلف الصعود رغم المنافسة السياسية أو الاقتصادية هذا ما عانيته بالقول أن الهيمنة الغربية اليوم ليست فقط مرتبطة بالقوى العسكرية إنما لديها مؤثرات ولديها معطيات ولديها تراث من شبكات التعليم ومن السفر وحرية التنقل إلى حد بعيد لا تنقل لا مقاومات روسيا ولا الصينية أشبه بمواجهة في وجهات النظر ما بينما تطرحه وما بينما تطرحه سيدة إلنا هو يقول أنكم غير قادرين على تصدير نموذج مبهر للعالم كما كانت أمريكا دوما روسيا لا تريد أن تعود لأيام الاتحاد السوفيتي حيث ما كانت تصدر الإيديولوجية أو نموذج كما تقولون وأنا أختلف تماما أن هناك الهيمنة الأمريكية على عقول في العالم أنا بالعكس أرى أنه صورة معاكسة تماما هناك الاستياء من الدور الأمريكي وأنا أتابع بالدقة على سبيل المثال استفتاءات الرأي العام في الشرق الأوسط والتركية وغيرها من الدول أكترية الأجوبة تشير إلى أن أمريكا هي الآن بوجهة نظر كثيرين عدو والدولة غير مريحة وغير صديقة وهذا هو واقع حتى أمريكان يعترفون بهذا الشيء فالحديث ليس عن هذا أما عن إعادة بناء مؤسسات عالمية بشكل جديد وأنا كمان مرة أستغرب من سيد زياد يقول أشياء مثلا يقول أنه ماذا تفعل روسيا والصين في ليبيا طيب وماذا هي تفعل من دمر ليبيا هل منظمة حلف ناتو وروسيا بدأت الحرب هناك بدون تفويد من قبل مجلس الآمن وكانت قراءة لقرارات مجلس الآمن غير صحيحة وماذا بعد ما يتحمل المسؤولية على هذا الدمار الذي حدث في ليبيا من فعل كل هذا طيب نقط الرد لدكور زياد ليرد على هذه النقطة لأنها مهمة للغاية هي تقول أن ما تقول من تحليل هو غير وقعي وأنك تحمل روسيا مسؤولية أخطاء ارتكبتها أمريكا وليس روسيا وتقول لك من قال أن روسيا تريد أن تساعد على العقول نعم نعم بداية التبس على ضيفتكم من موسكو موضوع المشاعر السياسية بالأثر الثقافي أو بالقضايا المرتبطة بالاستهلاك اليومي حتى من لديهم ميل سياسي لموسكو إذا أرادوا أن يتطببوا أو إذا أرادوا أن يدرسوا يتوجهوا إلى الغرب في معظمهم وليس إلى الصين أو إلى روسيا هناك مسألة علينا أن نميز بين المشاعر السياسية وهي فعلا في الكثير من الأماكن في العالم معادية لواشنطن بسبب سياستها الإمبريالية وإذا تحدثنا عن شرق الأوسط بسبب دعمها لإسرائيل وغير ذلك ولعدد من الأنظمة لكن هناك أيضا اليوم شعور بأن موسكو تخطو نفس الخطوات الأمريكية حربها الإجرامية في سوريا واستخدام حق النقد الفيتو لدفاع عن جرائم النظام السوري تشبه تماما ما تفعله أمريكا أو ما كانت تفعله مع إسرائيل أما فيما يخص ليبيا كان هناك ثورة شعبية ضد طاغية اسمه معمر القذافي وهو يشبه الطغاة في روسيا وفي الصين وفي بلدان أخرى وهذه الثورة نالت تأييدا من مجلس الأمن بطلب من جامعة الدول العربية صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز التدخل العسكري في ليبيا إنما طبعا حلف شمال الأطلسي أول القرار بطريقة مختلفة وأسقط نظام القذافي لكن الآن هناك حرب أهلية في ليبيا يشارك فيها مرتزقة روس من شركة فاغنر لا علاقة لهم بالساحة الليبية نفس الأمر موجود في سوريا نفس الأمر حصل في الشيشان حصل في جورجيا حصل في أوكرانيا النقاش يحتاج إلى أن نعبر عن وجهات نظر المختلفة دكتور زياد اسمح لي سيدة إيلين ما يقول دكتور زياد بمعنى آخر نفهوك مشاهدين يقول لكم كيف تجمل أنتم مثل الأمريكان لا تتجملوا أنتم أيضا تتبنون نفس الاستراتيجية التي تدعو للفوضى فلا داعي لإلصاق التهم بأمريكا وأنتم تفعلون نفس الشيء لا حتى نجيب سيرة شيشان الآن حيث الناس تعيش أحسن من موسكو بسبب التمويل وبسبب الاستقرار هناك أبراج صارت مثل ما هي في أبوضبي وفي دبي فأنا أنصح لسيد زيادا أن يزور روسيا ولو مرة وأن يزور شيشان ولو مرة فبنسبة لإعادة بناء المؤسسات الدولية فروسيا أكيد تريد أن تكون لها حصتها ولكن أنا قلت في البداية أن هناك نقاط ضعف وأنا أعتقد أن منها اقتصاد روسيا هذا هو موجود أما بالنسبة لثقافات روسية والتأثيرات روسية حتى في سوريا من دفع عن الأقليات من لم يسمح بتقسيم سوريا ويقول لأمريكان انصحبوا للأتراك انصحبوا فهي روسيا دكتور زياد يختلف تماما مع ما تتقدميه من طرح جدال بلا نهاية يمكن حول هذا الموضوع يختلف معك تماما ومع ما تقوليه من طرح ولكن ربما يكون من المفيدة تقول لك إذا أردت أن تتحدث عن روسيا فيجب أن تزور روسيا وكأنها تقول أنك تتحدث عن دولة لا تعرفها نعم يسرني جدا أن أسور روسيا يوما ما أنا أتحدث عن السياسة الخارجية الروسية لا أتحدث عن المجتمع الروسي بقدر ما أتحدث أيضا عن نظام سياسي روسي لا أتقد أنها ترى فيه ديمقراطية وترى فيه تداور سلطة بين ميدفيتيف وبوتين منذ أكثر من 22 عاما مع اختيال لصحفيين ولمعارضين روس داخل روسيا وخارج روسيا ونفس الأمر طبعا ينطبق على الصين وعلى انتهاق حقوق الإنسان والمجازر ضد الإيغور والكثير من الأمور وهذا لا يعني أن أمريكا لم ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق وفي أفغانستان وفي صاحات أخرى والسياسة الإمبريالية الأمريكية في أكثر من بلد في العالم كلفت المجتمعات أثمان باهظة لكني أتحدث الآن عن انكفاء أمريكي عن الحروب بشكل عام وهجوم روسي عسكري يريد أن يعيد ليس الحرب الباردة لأنه لا يملك إيديولوجيا وهي قالت أنه لا يصدر إيديولوجيا كما كان يحاول أن يصدر في السابق اقتصاد روسيا كما اقتصاد الصين هو رأسمالي وفيه أوجه توحش ليست موجودة حتى في الدول الرأسمالية الغربية التي لديها سياسات اجتماعية تقلل بعض الشيء من هذا التوحش على الأقل في أوروبا هذه نقطة نسمح لسيد نادر حتى لا نظلمه في الحوار دكتور زياد إذا سمحت لي سيد نادر معنا يعبر عن وجهة النظر الصينية ولا نريد أن نظلمه في هذا الحوار هو يقول أن هناك نموذج للتوحش يبدو في روسيا والصين وأن هناك سياسات قمع واضحة وانتهاك واضح لحقوق الإنسان تحاول روسيا والصين أن تفرضه على العالم وإذا أردت أن تتحدث فهناك تايوان وهونغ كونغ أنا أريد أن أقول نفس الكلام إذا أردت أن تعرف الصين فلابد أن تزورها فلابد أن تزورها ميدانيا وتشاهد ما حدث ميدانيا وليس ولا بسبب التأثيرات وسائل الإعلام القربية فمثلا نتحدث عندما نتحدث عن البيبور ومشكلة حقوق الإنسان في هونغ كوم يمكن أن نرى أن ما يسمى بالديمقراطية بحجة دمقراطية بهذه الوصيلة يعني أدى إلى الكثير من يعني فوضى وعدم استقرار في كثير من دول في العالم ومنها ليبيا وسوريا يعني كثير يمكن فالصين ترى أن الاستقرار وتحسين معيشة الشعب وهذا هو يعني أكبر الديمقراطية فيمكن نرى أن حتى في الولايات المتحدة فهناك يعني إهمال للطمان معيشة الشعب وتتور اقتصادي في يعني عشرين السنة الماضية يعني سمعتم من الأصدقاء وهناك بنية تحتية التطور بطيء بسبب يعني انفاق كبير للدفاع أو النفاقات العسكرية يعني في الميزانية فالصين ترى يعني تحسين معيشة الشعب واستقرار وضمان أمن الشعب وهذا هو أكبر الديموكاراتي يعني هذا الحوار يعكس كما يبدو على الهواء الآن اتفاق روسي صيني على الأجندة وخلاف على ما يبدو مع الأجندة الأمريكية وهناك دعوات لك دكتور زياد لزيارة كل من روسيا والصين ربما يكون هذا مفيد للتحليل لأن هذا ملف قادم معنا ولفترات قادمة شكرا لضيوفي العزاء انتهت هذه الفقرة وبانوراما مستمرة معكم ولدينا بعد هذا الفاصل أيضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة